وللمزيد من التفاصيل والنقاش في ظل التصعيد الخطير لجيش الاحتلال على قطاع غزة رغم دعوات المجتمع الدولي بوقف الحرب تنضم إلينا من رمالة دكتورة تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية بداية دكتورة بعد التحية في ظل وفي إطار زيارات المسؤولين الأمريكيين المتكررة لتال أبيب ورمالة خلال الفترة الماضية دكتورة كيف تقرأين الموقف الأمريكي حاليا من الحرب على غزة وما رأيك أيضا في الخلافات الحالية بين تال أبيب وواشنطن بداية أصعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة أولا الزيارات الأمريكية سواء كان من المستشار الأمني القومي سوليفان التي كانت قبل يومي وأيضا زيارة اليوم ووزير الدفاع الأمريكي أوستن هي زيارة من أجل تقديم المشورة والنصيحة لدولة إسرائيل كون أن العلاقة بين الطرفين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية علاقة استراتيجية وإن كان هناك بعض الخلافات والتناقضات فيما يتعلق مسار فطة الحرب بقطاع غزة المشورة التي يريد أن يقدمها أوستن للإدارة الإسرائيلية وهي عملية ترسيخ هذه الخطط بأكثر دقة بمعنى تنفيذ هذه الخطط التي تم وضعها على حرب على قطاع غزة والضربات على قطاع غزة أن تكون أكثر دقة وأكثر تركيز وأكثر استهداف في غزة حتى لا يتم استخدام إطالة الوقت أكثر من ذلك نظرا أن الإدارة الأمريكية هي تريد أن تحقق الإنجازات والأهداف على قطاع غزة بأقل وقت ممكن نظرا لإنشغال الولايات المتحدة الأمريكية في كانون الثاني بالمعركة الانتخابية لعام 2024 كون الانتخابات التنهيدية ستبدأ العام المقبل وهذا يؤدي خلاف بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية الإدارة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة نظرا لعدم قدرتها على تنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية في قطاع غزة فهي بحاجة إلى وقت أكثر من شهر أو شهرين حتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف لذلك نقاط الخلاف في المدة أو الجدول الزمن بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية الإدارة الأمريكية معنية بضربات أكثر دقة وأيضا بأكثر وقت ممكن لكن الإسرائيلين يستخدمون القصف العشوائي والضربات العشوائية التي تضر بواقع المدنيين وهذه نقطة الخلاف الأخرى بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية كون أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن توقع الضرر الأكبر على المدنيين الفلسطينيين كون أصبح الآن هناك حرجا على الوليات المتحدة الأمريكية التي هي شريك أساسي في العدوان على قطاع غزة نتيجة الدعم اللوجستي والمالي والاستخباراتي وأيضا التسليحي فأصبح هذا الأمر يضغط على الوليات المتحدة الأمريكية كالرأي العالمي الخارجي والدولي نتيجة أن الدعم والقصف الذي يؤدي على إلحاق الضرر بحق المدنيين الفلسطينيين والحق الإدارة الجماعية بحق المدنيين وهذا عكس الإدارة الإسرائيلية الإدارة الإسرائيلية تستخدم القصف العشوائي دون تحقيق أي إنجازات أكثر ودقة من نسبة للأهداف التي وضعوها وهي القضاء على حركة حماس سوى قتل الأبرياء من المدنيين ومن النساء ورجال والأطفال العزر دكتورة تمارة بما أنك تحدثت عن أن إسرائيل تحرج الولايات المتحدة أمريكيا وأيضا الزيارات من المسؤولين الأمريكيين لا تتوقف إلى تل أبيب هل تستطيع الولايات المتحدة الضغط على تل أبيب لوقف الحرب قبل نهاية الشهر الجاري خاصة وأن وزير الدفاع الأمريكي وصل منذ قليل إلى تل أبيب أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع الجدول الزمني الفعلي أو الرسمي بالتحديد أن تعلم تماما أن إسرائيل إذا تم وضع جدولا زمنيا محددا خلال شهر ما وهي لم تحاقق هذه الأهداف التي أشارت عليها في بادئ هذه الحرب هذا إشارة أن واقع اللوم سوف تضع الإدارة الإسرائيلية على الإدارة الأمريكية أن هي السبب الرئيسي في عملية عدم الاستكمال هذه الأهداف وهذا إشارة الإدارة الأمريكية هي لا تضع هذا الجدول الزمني تعلم تماما أن الإدارة الإسرائيلية سوف تلقي اللوم على الإدارة الأمريكية بأنها لم تحقق هذه الإنجازات والإدارة الأمريكية هي لم تضع الجدول الزمني تعلم تماما أن هزيمة إسرائيل وإذا كان تم وضع شهرا محددا ولم تحقق هذه الأهداف العسكرية أو الأمنية خلال شهر هذا يعني هزيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا يعتبر فضيحة مدوية أبدية بالنسبة للإسرائيليون وليست فضيحة بالنسبة للإسرائيليون وإنما هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي أساس وشريكة في العدوان على قطاع غزة فكيف سوف يكون هناك هزيمة أمام المقاومة الفلسطينية التي تستخدم الأدوات البدائية والأدوات التقليدية ليس كما الجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي هو متطور ومتقدم في الأدوات الحربية واللوجستية والاستخباراتية يعني أن يفشل أمام واقع المقاومة هذا يعتبر بالفعل نزيمة ليست فقط على مستوى المنطقة الحدودية قطاع غزة وإنما هزيمة للتوازنات الإقليمية والدولية التي باتت تتغير في منطقة الشرق الأوسط وهذا هزيمة أيضا مدوية الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تعزز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط أمام التغير في النظام الدولي متعدد الأقطاب لذلك زيارة وزير الدفاع الأوسط له علاقة بأن يكون هناك أكثر تركيز من قبل الإدارة الإسرائيلية والجيش الاحتلال الصهيوني باستكمال المرحلة الثانية ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بتطهير قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية أو بنزع السلاح والأحرم بنزع السلاح كون نخرج اليوم من الإعلام العبري أنه لا ينهون القضاء على حركة حماس كاملة وإنما عملية تفكيك السلاح المقاومة الفلسطينية ونقوا على الواقع السياسي لحركة حماس هذا ما تم الإشارة إليه مؤخرا عبر الإعلام لكن باعتقاد أن هناك تناقضات في داخل أعضاء مجلس الحرب هذه التناقضات أيضا تؤثر على صناع القرار وتؤثر على مسار الحرب التي تحدث والميدان في قطاع غزة إذن دكتورة طمارة لا تتوقعي جديد في المباحثات بعد هذه الزيارة من قبل أستلي تل أبيب أعتقد أن هذه المباحثات في عملية وقف إطلاق النار لا توجد هناك أي مباحثات جديدة سوى استكمال إطلاق النار إلا إذا كان هناك هدنة إنسانية على ما يبدو أن هناك مشاورات حتى هذه اللحظة إذا حدثت هناك نقاط التقاء بين حركة حماس وإسرائيل في عملية إيجاد نقطة تشارك بين الطرفين من أجل تنسيق هدنة إنسانية وإخراج بعض المحتجزين الإسرائيليين قد يكون هناك مستقبلا بعد تمديد هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف إطلاق النار لكن لا أعتقد أن إسرائيل سوف تقبل وقف إطلاق النار دون أن تحقق الأهداف التي وضعتها في بادئ الأمر وهي معنية تماما بترسيخ جزءا من هذه الأهداف وترسيخ جزءا من سياسة الانتصار التي تريد أن تبحث عنها في قطاع غزة ليس فقط في قطاع غزة وإنما الضفة الغربية أعتقد المباحثات الجارية هي باستكمال المراحل الثلاثة التي وضعوها في عملية القطاع دكتورة تمارا رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عن نياتي بوجود أمني مفتوح في غزة ورفض أيضا سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة وأيضا على الضفة كيف تقرأ هذا الأمر أو هذه التصريحات؟ أولا نيتنياهو تحديدا كواقع يميني متطرف فبالإضافة إلى أعضاء حكومة اليمينية الإتلافية الحالية المشكلة من جفيرس موتريش هم لا يريدون أي تشكيلة سياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة هم يريدون إنهاء الكينون السياسية في الضفة الغربية بمعنى السلطة الوطنية الفلسطينية وهم يتعاون بأدواتهم الممنهجة بعملية القضاء على السلطة بشكل تدريجي سواء كان إداريا وماليا حتى يتسنى مستقبلا إعادة الوضع كروابط المدن أو روابط القرى سابقا هذا إشارة إعادة الواقع الحكم الذاتي والأقل من الحكم الذاتي إلى كونتونات وإدارة هذه الكنتونات عبره عن طريق بلدية بمعنى أن السلطة تتحول إلى بلدية كبرى وأن تراعي الخدمات والإدارة لشؤون المدنيين الفلسطينيين فيما يتعلق قطاع غزة حتى هذه اللحظة نتائج الميدان ونتائج الحرب لم تقر حتى هذه اللحظة بواقع الحسم العسكري نظرا أن الحرب ما زالت جارية هذا إشارة حتى لو كان هناك حسم عسكريا بالقضاء على حركة حماس إسرائيليون غير معنيون بتشكيل واقع دولة فلسطينية وغير معنيون بترسيخ سلطة وطنية فلسطينية لها علاقة بعملية تعزيز التواصل الجغرافي والديمغرافي بين الضفة وقطاع غزة حتى لا يتسنى مستقبلا تسوية سياسية أن تقر العملية السياسية شاملة ثم التحول إلى دولة فلسطينية الاحتلال الإسرائيلي معنا؟ نعم دكتورة أمارة تحدثت في إجابتك السابقة معي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك في العضوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كيف تفسرين تصريحات الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها العشوائي على قطاع غزة وما هي أيضا توقعاتك خلال المرحلة القادمة؟ أولا الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن تغير فجأة لأكثر من سبب علم تماما أن نتنياهو يطيل هذه الحرب لهدفين الهدف الأول وهو من أجل مصلحة الشخصية للحفاظ على واقعه السياسي حتى لا يتسنى إبعاده نتيجة التحقيقات ملفات الفساد والتحقيقات التي ستتعلق بواقع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر النقطة الأخرى علم تماما أن نتنياهو يطيل الحرب من أجل أن يلحق الخسارة بالحزب الديمقراطيين وبالتحديد بايدن كون أن العلاقة بين بايدن ونيتنياهو ليست علاقة سوية هناك خلافات وتناقضات بين الطرفين وبايدن علم هذا الصلاة أن قد يكون هناك إطارة هذه الحرب حتى في السنة المقبلة حتى يتسنى انتهاء الانتخابات أو عملية واقع عملية انزياح المواطنين الأمريكان نحو الحزب الآخر رغم أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالنسبة للقضية الفلسطينية هم ضد القضية الفلسطينية وبالأحرى الحزب الجمهوري دائما هو يظهر الحقائق والوجه الحقيقي بعملية عدم إطاء للشعب الفلسطين أي حقوق سياسية لكن الحزب الجمهوري بالنسبة لنتنياهو كشخص نتنياهو دائما علاقته مع الحزب الجمهوري أقوى بكثير من علاقته من الديمقراطيون وبالتحديد الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي المتمثل ببايدن لذلك تغير فجأة في هذا السياق رغم تقديمه الدعم اللوجست والمالي والدعم الذي يعتبر فيه سياق الدعم لدولة إسرائيل كل ذلك يأتي نتيجة من البنتاجون هناك أكثر من مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة مؤسسات إدارة البيت الأبيض والمخابرات والبنتاجون البنتاجون هو الأساس الذي يعتبر السياسة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية معنيون في عملية استمرار إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتسنى تحقيق جزء من الأهداف كون أن عملية نجاح إسرائيل في هذه الحرب هذا يعني وقف أي عمليات مستقبلية داخل الواقع إسرائيل ليس فقط على مستوى قطاع غزة هناك المنطقة الشمالية المتمثلة بحزب الله وهناك المنطقة المتمثلة بي اليمن زيارة الوزير الدفاع الأمريكي أوستن له علاقة الآن بالأكثر منطقة أصبحت ساخنة هي المنطقة التي في اليمن نتيجة أن الأنصار الحوثيون يقومون بعملية عرقلة إدخال السفن وهذا إشارة سوف يؤدي السفن البحرية وهذا إشارة عرقلة أيضا المصالح الاقتصادية سواء كان لأمريكا المجتمع الغربي حتى على مستوى بعض الدول العربية سوف أيضا تتضرر مصالحها الاقتصادية نتيجة عرقلة الواقع اليمنيون لباب المندب أو البحر الأحمر وهذا إشارة أن زيارتها اليوم لها علاقة في هذا الصياد أكثر من علاقته في سياق واقع قطاع غزة دكتورة رغم دعوة العديد من دول العالم ومن بينها أيضا الدول المؤثرة لوقف إطلاق النار في غزة إلا أنه ما زالت هناك ضبابية حول هذا الأمر ما تفسيرك للتعنط الإسرائيلي المستمر في هذا الصدد؟ صحيح هناك ضغطا للشعوب وليس لحكم أو صناع القرار بعض الدول معنية إذا تحدثنا بكل وقعية أي مواقف الدول الأوروبية المنقسمة بعض المواقف الدول الأوروبية معنية بعملية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وأهداف إنسانية لكن بعض الدول الأوروبية معنية باستمرار إطلاق النار حتى يتسنى عملية انتصار لدولة الاحتلال تتحدثي عن أن هناك استفاقة فقط للشعوب ألا يمكن استغلال هذه الاستفاقة استفاقة الشعوب كما تتحدثي للضغوط على حكومات هذه الدول للضغط الدولي مرة أخرى لإيقاف هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة؟ طبعا هذه الشعوب لديها أوراق ضغط قوية أن تضغط على حكوماتها وعلى صناع القرار في دولهم وهي نقطة مهمة جدا ترسيقها من قبل الجاليات العربية والجاليات الفلسطينية في العالم وهذه مسؤولية السفارات الفلسطينية أن تحردك هذا الصعيد عن طريق الجانب السياسي والدبلماسي بتحريك الشعوب الغربية والأوروبية التي لها علاقة بالتواصل الحقيقي بين الشعوب الغربية وبين حكوماتهم وأيضا صناع القرار وهناك بعض الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وعدالة الواقع الإنساني نظرا أن ما يتم تدميره الآن وقتله هم المدنيون الفلسطينيون وهذا بحاجة إلى وقفة جدية قبل أن يكون هناك بعدها وصول فاق الخطوط الحمراء بحق المدنيين الفلسطينيين عملية التغير والاهتمام المسؤولية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني بالتحديد في قطاع غزة هذا مهم جدا تحريكه لكن هذا بحاجة إلى أدوات تأثير وضغط من قبل أجاليات المعنية من عملية الترسيخ وقف إطلاق النار طبعا أهم نقطة وهي عملية تحريك الشارع الأمريكي الشارع الأمريكي له تأثير في سياق الضغط على إدارة ويدن على الأقل ترسيخ وإطلاق النار أهداف الإنسانية والإدخال المساعدات الإنسانية رغم أن قد يكون اليوم هناك مشروع الإمارات في مجلس الأمن الدولي له علاقة بعملية إدخال المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا وأعتقد أن هذا من المهم جدا ترسيخ العلاقات بين تلك الدول الصديقة وأيضا وليات المتحدة الأمريكية أن لا توضع الفيتو الأمريكي حتى لا يتسنى بالفعل استمرار هذه الآلة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني أعود لي أشيق الأول من السؤال دكتورة تمارة في نقاط لماذا هذا التعنت الإسرائيلي المستمر؟ أولا الإسرائيليون متعنتون لأنهم حتى هذه اللحظة لن يحقق صورة انتصار ما هي صورة النصر التي سوف يدعون بها ويتحدثون بها للشارع الإسرائيلي كيف سوف يتم إعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بجيش الاحتلال الذي دائما يشير إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأمن القومي والأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين والمستوطنين الإسرائيليين كيف سوف يتم إعادة سياسة الردع وأن جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يحقق صورة انتصار إذا لم يتم إعادة صورة السياسة الردع بالنسبة لإسرائيل أمام المقامة الفلسطينية هذا يعني أن يكون هناك جبهات تفتح على أكثر من جبهة بمعنى سوف يكون هناك تجرؤ من حزب الله على إسرائيل تجرؤ الكتائب العراقية على إسرائيل تجرؤ الحوثيون على إسرائيل نهيك أن يعني صورة المجتمع العربي عندما ينظر أن هذا الجيش الذي كان يتم الإشارة إليه أنه لا يقهر وتم هزيمته من الفصائل المقاومة الفلسطينية هذا يعتبر هزيمة حقيقية سياسية أمنية عسكرية بالنسبة لإسرائيل لذلك هي متعمتة في هذا الصياق حتى تحقق صورة الانتصار صورة الانتصار التي تريدها إسرائيل هي استسلام المقاومة الفلسطينية واستسلام يحيى السنوار ومحمد السنوار والقيادات التي تعنى بالواقع المسلح والقسام في قطاع غزة أعتقد أن المقاومة الفلسطينية لديها خيارين الآن إما الانتصار أو الاستشهاد لكن فيما يتعلق واقع الاستسلام هو غير موجود في العقلية الفلسطينية نعم وصلت الفكرة فيما يتعلق بهذا السؤال دكتورة كيف يمكن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسة الشرقية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولا يجب أن يكون هناك ترتيب البيت الفلسطيني من المهم جدا أن يشعر الجانب الإسرائيلي أن هناك بدأت قوة حقيقية فلسطينية على أرض الواقع طوالما أن البيت الفلسطيني ضعيب ومشردم وبحاجة إلى إصلاح وتجديد وشرعية وإزاحة كل الترهولات سواء كانت في كل المؤسسات سواء كانت في الضفة الغربية أو قطاع غزة إذا لم يكن هناك قوة تفاوضية حقيقية من منطلق ترتيب البيت الفلسطيني أعتقد ترسيق الدولة الفلسطينية سوف يصعب إيجادها ونهيك أن الانقسام الفلسطيني هناك حركة فتح تسيطر على الضفة الغربية وحركة حمال تسيطر في قطاع غزة عملية الانقسام لا تعطي إشارات مستقبلية بترسيق دولة فلسطينية الدولة هناك محددات والشروط لترسيق دولة بالعلوم الإدارية تشير أن الدولة لها علاقة بتواصل جغرافي وديمغرافي وعاصمة وحدود ذات السيادة وطالما هناك شردمة في التواصل الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة نتيجة الانقسام الحالي أعتقد أن الدولة الفلسطينية يصعب تحقيقها إلا إذا كان هناك ترتيب تفاوضي حقيقي في البيت الفلسطيني السلطة الوطنية الفلسطينية عليها واجب الآن إعادة ترتيبها وأيضا حركة حماس وقالت كل الفصائل المقامة الفلسطينية والفصائل اليسارية والشعب الفلسطيني أن يختار قيادة موحدة وهذا لا يتأتى إلا عن طريق صندوق الاقتراع في اختيار قيادة بالفعل لها مصلحة وضحت الفكرة دكتورة تمارة أشكرك شكرا جزيلا دكتورة تمارة حدد الكاتبة والبحثة السياسية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات المهمة كنت معنا من رمالة